أداب عند أهل الإسلام عند دخول الحمام عند الخلاء أداب قضاء الحاجة المسلم لابد وجوبا يستتر عن أعين الناس إذا أراد قضاء الحاجة المسلم لا يمكن أن يقضل حاجة أمام الناس ما يمكن أن يقضل حاجة أمام الناس إما أن يدخل في هذه الحمامات يغلق الباب أو إذا كان في الخلاء في الصحراء شجرة أو سيارة أو جداة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا يمكن أن يقضل حاجة أمام الناس في الصحراء يقدم رجله اليسرى عند الدخول واليوم عند الخروج عكس المسجد قبل أن يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبار يقول هذا الدعاء وإذا انتهى وخرج بعد أن يخرج يقول غفرانك لا يمكن أن يقرأ قرآن أو أحاديث أو ذكر الله وإن قطع عند ذكر الله لا يدخل إلى الحمام بشيء في ذكر الله يعني لا يدخل بالقرآن أو كتب الحديث نعم لا يقضل حاجة في أماكن يؤذي بها الناس ولو كانوا كفاراً لا يقضل حاجة في أماكن يؤذي بها الناس ولو كانوا كفاراً لا يقضل حاجة في أماكن يجلس فيها الناس تحت الأشجار المثمرة أماكن وقوف الناس في الطريق لا يستعمل يده اليمنى يستخدم اليد اليسرى لا يدول في الماء الدائم الباقي الذي لا يجري يعني البرك والبراميل لا يتكلم بكلام الناس إلا لحاجة يعني ما يأخذ مع الهاتف مثلاً يتكلم في الحمام لا يتكلم بكلام الناس له أن يقول قائم بشرطين الشرط الأول أن يأمن أن لا تنكشف العوع الشرط الثاني أن يأمن أن لا يرتد الرشاش البول عليه على الثياب أو على بدلي لا يتكلم بكلام الناس نعم شكراً شكراً شكراً